شهدنا العزاء أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجنا وسعدنا اليوم أن يكون معي ومعكم ديفي وضيفكم المستشار سامير الزهار مستشار النقابة العامة للعملين بنيابات ومحاكم مصر ورئيس نادي بهتيم والمتحدث الرسمي الممتاز به ورئيس لانجنت أندية الأليوبية سابقة ومستشار رياضي بنادي المؤسسة العملية ونائب رئيس منظمة الأليوبية ركون وفوق أهلا وسهلا بحضرتك ومرشح لعضوية مجلس النواب لـ 2020 حاليا أهلا وسهلا بحضرتك وأنا سعيد أن حياتك موجود معنا النهاردة في برنامجنا وسعيد أن احنا هنتكلم النهاردة مع بعض عن تساؤلات كتير بيسألها الشارع المصري لانتخابات مجلس النواب القادمة وعن انتخابات مجلس الشيوخ السابقة طبعا فعايزين نعرف من حياتك الأول وطبعا كل مواطن مصري عارفين أن الدوائر اتغيرت وأن النظام اتغير في الانتخابات كان الأول فيها دوائر معينة دلوقتي فيه تقريبا دوائر اتغيرت وفيه قائمة وفيه فردي فالمواطن محتار بين الفردي وبين القائمة ومحتار بين الدوائر الجديدة فعايزين من حياتك توضع صورة للمواطن اللي بينزل ينتخب لصورة توضحية ليه بسم الله الرحمن الرحيم ولنا سعيد بالقائق يا رستامر وسعيد أنك تديني الفرصة أن أنا أتكلم مع طبعا السادة المشاهدين لأن احنا في مرحلة حرجة جدا ومرحلة دايما مرحلة انتخابات النواب بالذات وبشكل خاص ويبقى لها دور كبير قوي قوي في نفوس المواطنين لأن مجلس النواب له قيمته المعروفة لده كل المواطنين أنه هو أساسه تشريعي وبيشرع لكافة طواقف المجتمع فبالتالي كل واحد يهمه مجلس النواب القادم ليه لأن مجلس النواب يهتم بكل ثقة من فئات المجتمع من أول بقى عجائل لغاية أعلى شهادات وأعلى رسالة علمية فبالتالي كان مجلس النواب ده له الطليعة الأولى في نفوس المواطنين أما بقى بخصوص إن احنا نتكلم عن تغيير الدوائر فهو التغيير يعني أنا بتهيقلي إنه مش يهم المواطن قوي لكن هو اللي يهمه في النهاية اختيار النائب لكن هو التغيير حصل إيه؟ برضو هل في فائدة من التغيير اللي حصل للدوائر اللي موجودة الدوائر اللي موجودة دي ممكن تجد فيها شق إيجابي وشق آخر سلبي حسب كل مرشحة ما تيجي مرشح ما شاء الله له شعبيته في الدائرة اللي هو فيها فبيعمل كل طاقته على إن الدائرة دي هي بتاعته ويفجأ إنه هناك دائرة أخرى تضمت ليه وهو لا يعلم عنها شيء وليست له علاقات هناك فأصبح فيه صعوبة الصعوبة إن أنت دلوقتي هتبقى دائرة واحدة لا دائرتين يعني منطقة زي شبرى الخيمة أصبح كانت شرق وغرب أصبح لتنين مع بعض بقت مدينة شبرى الخيمة سواء بقى في غرب أو في شرق ولكن هقول أه دائرتك هتدوس فيها جامد لكن بالتالي لازم تكون الدائرة الأخرى اللي تضمت لك دي لازم حضرك هتعمل فيها مجهود جامد وممكن تعمل مجهود ده كله وفي النهاية خالص ما تحصلش على شيء حسب شخصيتك وحسب تواجدك فبالتالي أنا بقول للمواطن له شأن والمرشح له شأن أخر المواطن ما فيش ما تفرقش معا ليه؟ هو كده كده هينتخب الناس اللي هو عارفهم سواء في دائرته أو في الدائرة الأخرى وبالتالي أي نائب هيجي فهو هيخدم لتنين هنا أو هنا لكن في النهاية خالص المرشح هو اللي لازم يكون عنده الأدوات وعنده الإمكانيات اللي يقدر يوصل بها هنا وهنا وأنا ما تكلمش على إمكانات مادية فقط أنا أتكلم عن الإمكانيات المعنوية إنت فين هنا وإنت فين هنا لا بالنسبة للمميزات بالنسبة للصعوبات على المرشح نفسه هي صعوبات كبيرة طبعا لأنك إنتك دلوقتي هتقابل بهجمة شارسة أثناء المرحلة القادمة اسمها هجمة رأس المال ودي لازم نعترف بيها فأنا ما عنديش مشكلة إن رأس المال تكون معه صفة أخرى اللي هي حسن السير والسلوك أنا مع رأس المال ده مشروع لأي حد فلكن إنت عندك رؤوس أموال خارج المشروع فأنت لازم تكون عامل حسابك على كده وفي رؤوس أموال مشروعة والسيرة الزاتية طيبة فأنت تدور على الاتنين أولا إذا كان موجود ده وبتجمع في الشخص ده فمش مشاكل أول ده ده كده الحسنيين طيب أستاذ سامير الزهار طبعا إحنا ننكلم حديتك لو حديتك مواطن مصري وعايز تختار مرشح لحضرتك إيه الصفات اللي ممكن تختار فيها المرشح ده واللي إنت شايفه فعلا إنه هو يخدم مش موضوع موضوع مال سياسي أو موضوع موضوع ده إحنا بنتكلم حالتك كمواطن مش مرشح أنا كمواطن وده اللي أنا بقوله دايما لشبابنا لأن الشباب خلي بالك أستمر الشباب بيعادل تقريبا 67% من الشعب المصري تخيل الشباب هو القوة وهو الصروة القومية لدى الشعب المصري فإذا فعلن الشباب ده قدر يعرف طريقه فين وقدر يختار صح هيوجه أهله وبوه وأمه وأخواته وأصحابه صح فأنا بقولهم دايما أنا بقول إن المرشح عنده كفتين مفيش حاجة تانية كفة الأولى حسن السير والسلوك والسيرة الطيبة الكفة التانية إن ألاقيه عنده الخبرة الكافية في إنه هو يحل المشاكل عنده القوة وعنده الفهم وعنده القدرة على إنه يخلق لتشريع ينفع بيه المواطن من أول البائع الجائل لغاية المدرس لغاية الطبيب لغاية المحامي لغاية رئيس أنا بقولك أنا بتاع كله أنا محامي نائب عن الشعب كله فإذا ما كانش عندي خطة عمل إذا ما كانش عندي تشريع أقدر إن أنا فعلا أحمي حق البائع الجائل اللي قاعد في الشارع لغاية الوزير لغاية رئيس الجمهورية يبقى أنا لا أستحق أكيد لا أستحق عشان كده بقول للشباب وبقول لكل من يختار حاول تختار كويس أقعد مع كافة المرشحين ما تعودش معي الواحدة كسامير الزهار أقعد مع كل مرشحين وفي النهاية خلاص استفت قلبك ده إنت خلاص خدت بالأسباب سامير وسين وساد وعين وخلاص قعد استفت قلبك اختار صح حتى لو طلع المرشح بعد كده ده اللي إنت اخترته ووسقت فيه وأحسنت الظن طلع وحش إنت أخذت بالأسباب وعرفت التوصل ده وأنا بقول تاني إذا كانت هناك رشاوي سياسية ورشاوي انتخابية لا أنا بقول خدها بس ما تديش لديك رشو أنا حياتك شايف إن كل منتخب إنه هو يقعد مع جميع المرشحين اللي موجودة ويعرف فكره ويعرف إزاي إنه هو هيقدر يخدم المجتمع اللي موجود فيه وإزاي إنه هو يقدر يطور من قوانين وتشريعات في المجتمع اللي موجود فيه وابتري أشوف السيرة الزاتية لكل مرشح فيهم إزاي إنه أنا أشوف سيادة المستشار عنده خبرة في المجال ولا لا سيادة الدكتور عنده خبرة المهندس وإيه خبرته وإيه هيفيد البلد به وإيه هيفيد المكان اللي موجود فيه في نفس الوقت برضو عايزين نقول إن فيه انتشرة ظاهرة برضو شفناها على التواصل الاجتماعي في الفترات اللي فاتت من بعض الشباب وناس كتير جدا ممكن يكون ما عندهمش الخبرة الكافية أو ما عندهمش الخبرة في مجال السياسي أو في مجال التشريع وفي مهن كتير شايفانهم بيقول أنا مترشح لـ 2020 لحد دلوقتي أنا عايز أعرف من حضرتك برضو هل هي ظاهرة يعني منتشرة كده هو بعلمهم أو بعدم علمهم للقوانين الجديدة أو الدوائر الجديدة اللي موجودة بيتكلمهم من منطلق إيه هو ما احترام لكل واحد له حق دستوري وقانوني نرشح نفسه درش نقول لأ مش كده لكن في النهاية الحق الدستوري والقانوني ده لازم تكون لهم مقاومات خاصة مهمش أي حد فبتقول للمقاومات الخاصة عندك دي إيه قدرتك على العمل العام قدرتك على التشريع قدرتك على التواجد بالناس قدرتك على إقناع الشاب وانا عندي شباب دلوقتي من دين الشباب محبط مش عاوز يطلع الانتخابات خالص يقول لك خلصان خلصان انت تقدر تقنعه إزاي يطلع تقدر تديره الأمل إزاي منه يطلع أولا مفيش حاجة اسمها خلصان خلصان لكن للأسف كل واحد الفيس ده عمل مشكلة كبيرة قوي ان كل واحد بقى على الفيس شايف نفسه مع واحد ده 20-30-40 واحد بيقول له توكل على الله فهو توكل على الله كده نجاح فهي دي أزمة كبيرة قوي ان احنا أخطأنا في عملية استخدام التواصل الاجتماعي لأ أنا عاوز أواجه الشخص وأقعد معاه وتعالى أقول لي هتخدمني في التعليم إزاي مشاكل التعليم هتعمل لي فيها إيه وقبل ما أقول له مشاكل أنا كمان لازم يكون هو كراجل مرشح عارف فيها إيه المشاكل ومش عارف المشاكل بس ده يعرف المشاكل ويعرف حلها ومش يعرف بس حل واحد ده لازم يعرف حل واثنين وثلاث ليه أما روح للمسؤول أنا كراجل نائب دلوقتي وأقول له عندي مشكلة التعليم حلها المكانش أنا عندي وجهة نظر وحلول ليها وحلول ليها مقترحات عندي حارف يقول لي إيه هيقول لي تعالى أعود مكاني وحل في الحالة دي هعمل إيه ما هو بشر أكيد فإذا ما كنتش أنا ساعد في الحل وعاز أقول لك الحل يكون إيه يعني الحل يكون الحل اسمو الحل الممكن مش المستحيل عجبني ما كولة ليك قلت الشباب هي اتقى المنتجة في أي مكان أكتر من 54 مليون أو 58 مليون بالإحصائيات لم ينزلوا انتخابات مجلس الشيوخ للإقتراع في الانتخابات الماضية تمام عايزين رسالة توعية نقولها لشبابنا ونقولها للسادة المواطنين والسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا نقول لهم إيه عشان نعرفهم إن ده حق ليهم دستوري وحق مكتسب في اختيار المرشح متاح بالظبط ده اللي احنا بقى ضروري إن احنا فيه عندنا شباب مصقف على أعلى درجة واعي جدا وعقليته عقليات فزة جدا وعايز أقول لك مش معنى إن أنا مرشح إن أنا أفضل للموجودين ده ممكن شاب يكون يافقني في كل شيء لكن أنا ربنا أدن الملكة مثلا والموهبة إن أنا أقدر أشيل المشاكل وروح المسؤولين وقدر أواجههم وقدر أقدم لهم حلول لكن مش أفضلكم لكن أنا بقول إن أنا بنوب عنك أنا النائب لأن كل واحد له دور في المجتمع فبالتالي لما نيجي العزوف اللي تم ده يستامر ده تم نتيجة متغيرات تمت أثناء الفترة الماضية وأن كان هناك كان فيه إشاعات كتيرة وده موسم الإشاعات للانتخابات إن الموضوع خلصان خلصان إن الأمن هو جابه خلاص وانتهى إن الأمن اختار سين وصاد إحنا هنا بنلقى كل شيء على الأمن ملوش علاقة الأمن ما يهمهوش مين اللي ييجي رئيس الجمهورية ما يهمهوش مين اللي ييجي لأن كلهم مواطنين مصريين فمحدش يقول لما بنرمي الأشاعة دي لا المرشح قاصد يرميها في الشارع علشان إيه؟ علشان خلاص ويبقى الكوة بتاعته بس هي اللي جات وأعلى الأصوات وتفضل بالعكس ده أنت كده بتدي فرصة للفساد أنت تطلع ولو مش عاجبك اطل صوتك ولو مش عاجبك تاني لا قولي أنا مش عاجز فلان لكن على الأقل ما تسيبش مكانك فاضي في الانتخابات الدفتر ده تقفله فطلوعك مجرد طلوعك أنت بتقضع الفساد وأنا عايز أنبه النقطة يا جماعة ما فيش حاجة اسمها الموضوع خلصان خلصان رئيس الجمهورية همه إيه غير أن الشعب يختار الناس اللي يمثله الأمني همه إيه غير الشعب يختار اللي يمثله وبالتالي الاتجاه اللي ماشي دلوقتي وسياسة الرئيس السيسي دلوقتي أني لابد من القضاء على الفساد طب هقدع لزي أني أنا جيب من ينوب عني حسن السر والسلوك صحفته طيبة صرته طيبة عنده القدرة على أنه يواجه المشاكل بتاعة الموضوع لأن أنا لو أنا نائب وحلت مشاكل ده أنا شلت عن كاهل الدولة مشاكل صحي كده؟ أكيد ولو أنا خرقت الشباب دولة أنا شلت عن كاهل الدولة مشاكل الخروج لأنه خلاص أنا كل واحد دلوقتي بيمارس حق الدستوري والقانون من وجهة نظر المسلشار أنا بقول أنه اللي هيجي لأ للرئيس السيسي لو تدخل في أمر الأمر ده المصريين يجيبوا اللي هم عايزينه زي ما جابوا الرئيس السيسي هيجيبوا المواطنين بطوعهم بس اسعى واختار صح لأنه لا يهم الأمن من اللي يجي ولا يهمه ده غاني ولا فقير ولا يهمه الشعب يجيب حسن السوري السلوك وليقدر يخدر وزينا احنا شفنا الدورات اللي فاتج كان في بعض الأهالي وبعض الدوار بتشتكي من مرشحين بتاعتهم إنهم ما كانوش بيقدروا يعملوا أي حاجة بالدوار بتاعتهم وكان فيه سوق اختيار فاحنا بنقول اختار كويس خليك إيجابي وشوف مين اللي بيمثلك واعرف البرنامج الانتخابي لكل واحد واعرف فكري كل واحد واعرف الخبرة اللي موجودة لكل مرشح موجودة فيه إيه وإيه زي ده هيقدر يفيد البلد وهيفيد المجتمع وإزاي يقدر يتقدم بالبلد اللي احنا موجودين فيها واختار صح وخليك إيجابي احنا برضو يعايزين نعرف من حضرتك برضو من وجهة نظر المستشار سمير الزهار شايف في الفترة اللي جاية هيكون فيه عزوف زي الانتخابات الماضية وهيكون فيه مال سياسي هيلعب دوره زي الانتخابات الماضية ولا هشايف إن الرؤية هتختلف نهائيا بعد رؤية الانتخابات السابقة تعال ناقش الواقع ماشي ما نحلمش مش هنعمل مدينة فاضرة لا هتستمر الحياة زي ما هي لكن اللي يغير المواطن صح كده؟ صح هقولك ما فيش مال؟ لا فيه مال سياسي هيلعب وهيلعب بأقصى درجة صح؟ هقولك إن هيبقى فيه عزوف أنا أقولك لا المرة دي ومجلس النواب مش هيبقى فيه عزوف مش هقولك عشان الغرامة لتطبقت ولا هقولك عشان ناس خايفة لا مجلس الشورى شيء كان درس وكان علامة ماشي؟ مجلس النواب الشعب عارف إن ده مجلس تشريعه هو اللي هيأسس حياته وهو اللي هيأسس مستقبل أولاده وهو اللي هيحط التشريع لوظفته وهو اللي هيحط التشريع لأنه يوصل لحقوقه فاعتقد إن وعي الشباب في المرحلة اللي جاي وده دور الشباب المثقف إنه هو فعلا يوعي كل أصحابه وكل أصدقاء أو كل أهله وناسه فالمرحلة القادمة لا هيبقى فيه مال سياسي بس قاعدك إن المال السياسي مش هيلعب دور قوي المال السياسي هيتاخد بس مش هياخد لأن احنا دايما نقول اللي يبدأ حياته برشوة ولي يبدأ حياته إنه هو يرشي الناس عشان ياخد صوت ماعتقدش إنه هو يخاف عليك ماعتقدش إنه هو هيخدم ويخاف لا ما هي أعتقد خالص ما هو هو خالص يعني الديني رؤيتها كان مصر بس أنا عايز أقول حاجة ما هو إحنا مش عاوزين نطلق العنان على رأس المال في رأس المال محترم وفي ناس محترمة وفي ناس إحنا بنجيبها رؤوس أموال آه بس ناس سيرتها طيبة أكيد وجاية فعلا نيتها تخدم لازم نفرق ما بين رأس المال اللي جاي علشان يحترف الحياة الانتخابية ويحمل مصالحه وبين رأس المال الحر المحترم اللي فعلا عاوز يخدم أهل بلدهم لازم الشباب بيطلع ولازم يواجه وإذا تعرض عليه من شخص فاسد فلوس ياخدها وما يدلوش أستاذ سامير الزهار نزل ترشح أكتر من دورة في مجلس النواب ومجلس الشعب السابق ليه إصرارك اللي انت برضو مصمم ان انت تنزل وإيه اللي هتفيد بيه مجتمعك ورؤيتك إيه بالنسبة للمجتمع اللي انت موجود فيه وبالنسبة للمحافظة اللي انت موجود فيها وبالنسبة لمصر عموما ايه الرؤية لحضرتك المستقبلية اللي ات شايفها ان ممكن رؤية صحيحة تقدر تعملها لغاية دلوقتي استمر السؤال ده وقت بيراودني جدا بس أنا عاوز أقولك أنا أدمانت لعمال العام أدمان ليه خدمة أهل بلدي ودائرتي أصبح خلاص داع عنصر انت عارف اليوم اللي ما يجليش مثلا حد بيطلب حاجة أو بيجي لحاجة مكتبي أو في المقرة عندي أو الكلام ده كله أحسني في حاجة نقصاني لو يوم عدك كده من يجير محد يقول لي فيه مشكلة فيه حاجة عاوزك تعملها فيه مش عارف إيه تعودت على هذا الأمر لأن أنا عندي مخطط وعندي فعلا حياة نيابية للنائب الصحح اللي عاوز ينزل ويزبط دوره في الأرض لا أكاد أجزم بأن الدور اللي أنا عايز أعمله كنائب مختلف تماما تماما وأعتقد أني ربنا قرمني في الدورة القادمة دي هيشاهدوا نائب على المستوى اللائق هيشاهدوا نائب وأعتقد أن أنا في الدورة اللي بعد كده أنا مستعد أقول أن أنا هكون متواجد بلا أي عناء وهيجيبوني تاني لأن هيجربوا فعلا أن فيه نائب موجود على الأرض حسب مشاكلهم حسب وقعهم لأن لما حل مشكلته حلت مشكلتي لأن أنا واحد من الناس الفقراء البسطاء اللي هم ما عندهمش اللي انت فاهمه ده كله فبالتالي هيكون متفرغ للخدمة دي وهيكون لما يخدم حد أو يعمل خدمة داخل الدايرة هو خدم نفسه كمان وخدم أولاده صحيا وتعليميا لأنه في نفس المستوى فهذا الأمر كمان بيديني مخطط أن أنا فعلا كل دايرة من الدوايا كل مربع من الدايرة وأنا كنت تأسمتهم كدايرة كده 32 مربع عندي في شبر الخيمة شرق وهنقول زيهم في غرب لأ كل مربع هيكون في مكتب خدمي وهيكون متواصل معا ومش هيعد أسبوع لما يلقين عنده وأحصد كل المشاكل الموجودة ونرفعها وهشغل الشباب داخل كل مربعات دي تخدم أهليهم عشان يتعلموا العمل العام عشان يبقى فيه الصف التاني اللي يؤهل للمجالس المحلية ويؤهل للمجالس النيابية لأنه أصبح يتعلم وتعلم مع أهله خدم أهله عندي برنامج طموح جدا جدا للعمالة الغير منتظمة عندي برنامج للصحة عندي للتعليم عندي برنامج لكل الفئات الموجودة وقلتلك بشعار اسمه الممكن يعني أنا مش هقول له واحد مثلا الدولة لو جابتلي مثلا 2-3 مليار هاعمل الصحة أنا مش محتاج فلوس من الدولة ولا محتاج أنها توقف جنبي على فكرة في الموال ده لكنها توقف جنبي بإيه بمجرد قرارات تصدر من أصحاب القرار هذه القرارات هي اللي هتحل مشاكل الصحة والتعليم وكل حاجة عندي وهتحل مشاكل القمامة وهتحل المشاكل دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وأنا بقعد دلوقتي مع الشباب في لقاءاتهم في كل حاجة بيخرجوا عندهم الأمل ده لأن أنا بعرفهم دوت أن أنا مش بقول لك لا ده أنا هجيب لكم الحال وردي لكن على الأقل أنا بعرض لكم الحال لهم إيه رأيكم؟ لا سهل ده حال بسيط جدا وسهل جدا ومش مكلف الدولة والحكومة مش تجد عناء في بالتالي أنا بقول لازم تكون تفاهم بتعمل إيه عشان تخلي المسؤول يساعدك عشان تخلي المحافظ يساعدك عشان تخلي الوزير يساعدك لازم أنت تساعد نفسك أنك أنت تعرض المشكلة ومعها الحلول اللي ما تضلعش الدولة واللي ما تقدرش نحن فين دولتنا على المستوى الموجود دلوقتي مش هينفع تطلب مليارات عشان تيجي في مدينة شور الخيم لا لكن بالمعنى المحسوس كده لأ أنا عندي الحلول بس أنا محتاج قرارات من الوزراء محتاج منجرد قرارات عشان أخلي الصحة دي عند 24 ساعة قرار علشان أخلي التعليم ما فيش عندي ازدحام مع المجتمع وبدل ما يكون قاعدين على على كفهات وعلى أماكن وعلى بتعلق هيشغلوا مفسهم ووقتهم في خدمة أهليهم ويتعلموا ازاي العمل العام دي وانا خلقت الصف التاني في العمل العام اللي مش موجود دلوقتي واستمر دلوقتي عشان تيجي تقول لي واحدة يمشي بتلقيش البديل لا السيادة الرئيس لما جيه عمل ايه ادى الكل وزير واحد شاب عشان يتعلم صحي كده؟ نائب ادى الكل محافظ واحد عشان ايه؟ عشان ايه؟ تعلم وادى الريادة والقيادة للشباب ليه لانه هو ده وقتهم احنا لازم كنواب نعرف الدنيا انه وقت الشباب هو ده واده الشباب المسئولية وحملهم المشئول الشباب فعلا المسئولية هتليهم عند حسن الزمن وعندك الشاب عنده طاقة رائبة بس انت وجهه بس انت حمسه هي دي النقطة اللي مفيش تلاصق ما بين النائب وما بين الشباب انا برضو عايز اسأل حياتك سؤال الدور اللي المفروض الاحزاب المصرية بيبتعمله في اتجاه الشباب واتجاه المواطنين في الفترات اللي احنا شايفين اللي احنا موجودين فيها حاليا نعارفين نحياتك امينة عام حزب الحرية المصري بشبرة الحيمة او بحي شرق شبرة الحيمة وطبعا اكيد الاحزاب لها دور كتير ولكن دور الاحزاب احنا مش شايفينه برضو يعني في الشارع بتكسف كتير وموجود كتير في الفترات اللي فاتت دي فعايزين نعرف من حياتك احنا ناقصنا برضو وعي سياسي للشباب وناقصنا برضو وعي وثقافة جديدة موجودة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه وموجودين فيه دور الاحزاب ايه بالنسبة لل الفترة اللي احنا فيها انت جبت سؤال مهم جدا تطرخ الي ان انا لازم اقول حاجة رئيس الجمهورية بتاع كل الشعب رئيس الجمهورية لا ينتمي الى حزب عشان بس اللي بيشاع في الشارع الناس تبقى عارفة محدش يقولك ان الحزب الفلاني ده حزب رئيس الجمهورية حزب رئيس الجمهورية اعلنها صريحة انا مع كل المواطنين انا لا انتمي الى فئة دون اخرى وكانت فعلا دي كتجورة جميلة ان الرئيس بتاع كل المصريين لا ينتمي الحزب عشان ما يبقاش ينتمي الفئة وتعلمنا من الدروس السابقة فبالتالي انا بقول هنا يا شباب ايه وتسمعوا الكلمة دي لانها مرمية في الشارع وكل اللي بيسمع ان الحزب الفلان ده رئيس الجمهورية فالكل بيعزف ويقول لها خلاص ما كده كده الموضوع خلصان لا انا بقى اجزم والرئيس قالها ان الرئيس ليس له حزب ده بداية نيجي بقى الدور الاحزاب زي ما انا كلمتك من شوية قلتلك الدور الاحزاب لازم يعتمد اعتماد رهيب على الشباب ويا ليه المرأة عشان تقدر توصل على اللي انت عايزه لو شغلت الشباب بالرؤية اللي انا قلت هلأ دلوقتي يا استمر وقدرت تستغل لطاقة الشباب دي في خدمة اهله عن طريق الحزب وانك انت ريح للغاة عنده لان احنا عندنا وحدات قاعدية يعني انا عند الامانة وبعد كده بوزع عندي ايه وحدات قاعدية في المربعات فبنجيب الناس اللي هم الشباب الخرجين الموجودين بقولوا انت عالوا تفضلوا بقى تعلموا معنا واخدموا اهليكم بمجرد حاجة رمزية هتتعمل ماشي جينا قلنا مسلا من موضوع اتناعشات والتأمينات واللي احنا بنشوفه ده واتلا اخدموا اهليكم وصلوا المعاشة لغاية مين هناك ببرتقول صغير هيتعمل بيننا وبين وزارة التضامن الاجتماعي تأمينات ومعاشات ونقدر نعمل الحكاية دي ونشغل الشباب اللي قاعد يبقى احنا عملنا ووفرنا فرص عمل وكده دور الاحزاب هو دور سياسي مش كده برضو لكن انا بقى دايما نقول لهم يا جماعة انا مش سياسي انا خدمين اذا كان نائب نفسه تشريعي ورقابي بنعتبره خدم اوه ده العرف والعرف اقوم القانون يا استمر لان انا ماجي في النهاية خالص انا متعود ده المجلس ده المختص بالمية والصحة ومش عارف ايه وبتاع النائب تشريعي ورقابي يقولك انا مليش ما بفهمش في الكلام ده فهي كده هي دي ثقافتنا طب رسالة للسادة المواطنين اللي بيشاهدونا اخيرا نقول لهم ايه للتوعية ما احنا قلناه رسالة اخيرة احنا اتمنى ان يكون فيه كيفية الاختيار اكتر من كده للنائب لكن انا بقول لهم لابد من ان يكون عندنا الوعي الكافي في اختيار النائب واختيار المجالس المحلية اهم من النائب لان المجلس المحلي هيبقى لسيق بيك ليه النهار هو اللي انت هتروح له ويحل مشاكلك باستمرار وهيتفرغ النائب لمهمته الخاصة وهو التشريع والرقاب ما هيقدرش ان هو يعمل اكتر من كده بقى في وجود مجلس محلي فاقول لهم حصن الاختيار اختار النائب حسن السيرة والسلوك اللي هو عنده القدرة على خدمتك اللي هيفضل موجود معاك في مكانك مش هيسيبك لما ينجح وبعد كده يروح في الشرق والغرب ويروح في حتة تانية لا انا بقول لهم لا احنا بننتخد فلان عشان هيعيش معانا مش بعد ما تنجح تسن لا شرط اساسي التواجد التواجد واحنا بنشكرك طبعا النهاردة للمعلومات الجميلة اللي احنا استفدنا بيها كتير والتوعية اللي احنا قدمناها لشبابنا والمواطنين حي شرق الشبرى الخيمة وحي غرب الشبرى الخيمة واحنا بنتمنى لك التوفيق دايما وبنتمنى نشوف حضرتك ان شاء الله في البلمان القادم لان حياتك عندك فكر وحياتك طبعا يعني احنا سمعنا من حياتك كتير وشفنا حياتك كتير في العمل العام في شبرى الخيمة وفي الاندية وفي مجالات كتير فان شاء الله بنتمنى لك التوفيق في الفترة القريمة انا بشكورك لك تحت الفرصة وكنت اتمنى اشرح البرنامج اوسع من كده لكن تكوني ناخد بناك ساعتين تلابا ان شاء الله بإذن الله بينا لقاءات تانية كتير نشرح فيها ونعرف السادة المشاهدين ونعرف توعية كتير للشباب اللي بيشاهدونا والشباب اللي بيحب العمل العام نعرفهم المزيد والمزيد في الحلقات القادمة بإذن الله وقبل ما اطلع فاصل بس انا عايزة اتقدم بخالص التهنيئة للدكتورة عز عزة رسدان هاصل على دكتوراه من جامعة الفيوم في جامعة الفيوم هناك بالنسبة للخيانة الالكترونية وبالنسبة برضو وعايزة تقدم بخالص التهنيئة للعميد عادل عبدالغاني وأمور مصلحة سجون أبو زعبل للجهود المفزولة داخل السجن والمساجين فأنا أتمنى لهم التوفيق دائما في حياتهم ومشكورة كسات المستشار ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل حبيبي